ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تتردد قدام بعض الفرص وبعض الاحتمالات كمان يمكن تضطر تهتم بصحتك أو بصحة أحد المقربين بصورة مفاجئة تطرق أحداث غير متوقعة لازم تقابلها ببرودة أعصاب يمكن يطرق شيء بيجعلك تغير إما ما كان عملك أو ما كان سكنك وسط ظروف طارقة بتصير بعض القلقة بعد ما والد العرب بيخافوا على موقعهم أو بيتعاملوا بيحذر مع المستجدات أما أفضل طريقة للتخلص منها الأجواء والمشاعر فهي في الاسترخاء وتجنب أي موضوع شائك والتعامل مع كل شيء بجد بهدوء وبدون اعتراض يعني بدك تتقبل بعض التغيير يمكن تطرق باب جديد بالمجال المالي وتكتشف مصدر لعائدات لبقس بها خلال مفاوضات أو نقاشات أو على أثر قراءتك لمعلومات جديدة ويمكن تتلقى عرض جيد بالأيام العشرة الأخيرة من الشهر وتشارك بمشروع واعد جدا على أثر هذا العرض بتحاول أنك تعالج مشاكل طارقة بمشاركة بعض أفراد العيلي يلي بيلعبوا دور مهم بحياة مواليد العقرب بهالشهر أما مركور ببرج الأسد اعتبارا من تاريخ تلتي فبيفرض عليك الحذر بإدارة أعمالك ونقاشاتك ومفاوضاتك في حين أنه الأمر الجديد بالسرطان بيرطب الأجواء شوي وبيوحي بفترة من المعالجات السريعة والأخبار الطيبة لبعض مواليد العقرب على الصعيد العاطفي فيديو آخر اشتركوا في القناة